الله سلام عليكم واحد يسوي مشروع يتعب علي يذب علي كذا مليون تلقى ذاب راسمال 10-15 مليون بالشهر يربح لـ 200-300 تذكروا من صورت لكم الفيديو وقلت لكم ذبوا أكل الطيور مال الدخون ذبوا بالسطح والله وبالله وتلا وهذا نظر عيني وحق سيدتي فاطمة الزهاب ذب عشر كيلوات دخون الله يزيد علي جربت ببيت 15 الله هم زادة علي ببيت 20 هسا قم تشتري قواني قواني ما تدخل قم تشتري وأكثر أصدقائي يعرفون اللي قاعدين يمبيتي واللي قاعدين يمتك يماتي يشهد الله ورسوله قمت أخلي أكل مال الطيور بالسيارة وافتر بالشارع وإما ألقى مكان بمجمع مال الطيور أروح أذب لهم أكل عمي سلام عليكم يشهد الله ورسوله تجارة ويا الله مطبيعية تجارة ويا الله سبحانه وتعالى مطبيعية تلقون بزونا الطه أكل تلقون أجلكم الله تشلب الطه أكل تلقون عصافير وطيور طهم أكل والله العظيم الله يعوضك بالنص يعني تجارة تجارة ويا رب العالمين وهذا الشي أنا من التمسى وحق هذا نظر عيني أنصحكم نصيحة لله سبحانه وتعالى أنت يوميا ما تخسر إذا ذب أكل فوق بيتك للطيور ما تخسر إذا تجيب لك تجيز صوصة تجيب ألف دينار وذب بباب بيتك يتوكل هالبزازين ما تخسر إذا تجيب كيلو لحم هندي بربعة ألاف وخمس ألاف وتحطها بسيارتك إذا تشوف لك تشلبة جايبة حيوان ميتة من الجوع تطيئ أكل باع الله سبحانه وتعالى شينطيك والله نصيحة لله أنا بريد ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر